تحل اليوم ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية مكللة بمسيرة 39 عاماً حيث عكست مسيرة هذا الكيان الخليجي الأكبر عبر نحو أربعة عقود نهجاً خليجياً واحداً رسم أواصر الأخوة ووشائج القربة بين دول المجلس بقرارات مصيرية صاغت تاريخاً عريقاً للوحدة بصياغات سامية ارتقت بطموحات وآمال شعوب تلك الدول في أفضل الظروف وأحلكها وبهذه المناسبة أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف أن التحديات وعلى رأسها جائحة كوفيد 19 لا تزال كثيراً أمام المجلس وأنه قادر على تجاوزها مشيداً بما تحقق من إنجازات شاملة عبر السنوات الماضية قراءة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي النيرا في سياق هذا التقرير لم يولد الحلم بين يوم وليلة بل امتد لدرب عطاء استمر لتسعة وثلاثين عاماً حمل الحلم الخليجي في أروع صوره ليمضي قدماً نحو أرض طالما انتظرته الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف خلال تصريحاته الأخيرة كانت له مؤكداته بأن المجلس كيان موحد بمبادئ لا تقبل القسمة تجذرت قواعده منذ التأسيس على الوحدة والتكامل فالتاريخ يتفق هنا لذا فلا مجال لحديث آخر فدول المجلس شعباً وقيادة تقدمية في فكرها تواقة للأفضل ترتكز على إرث زاخر من الإنجازات تحققت بسواعد أبنائها وبوأتها مكانة متميزة إقليمياً ودولياً فأصبحت مثالاً ونموذجاً للتنمية الشاملة تسعة وثلاثون عاماً مسيرة وضاءة توجت الحاضرة وواكبة المستقبل الخليجي تطوراً وازدهاراً وعطاءاً عقب تأسيس منظومته الكبرى مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت قيادة وحنكة من أصحاب الجلالة والسمو ووسط تحديات متعاظمة إقليمياً ودولياً أثبت مجلس التعاون الخليجي صلابته وقدرته على مواجهة التحديات والتعامل مع المستجدات بسياسة مشتركة فاعلة إن مجلس التعاون وهو على مشارف العقد الخامس من مسيرته المباركة ليواجه تحديات قير مسبوقة في نوعيتها وتشعبها تتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى التفكير الجماعي والتعاون المشترك لمواجهتها والتعامل مع تداعياتها فيما أكد الحجرف بأن أزمة جائحة كوفيد-19 تمثل تحدياً جديداً أمام مسيرة المجلس يسعى من خلالها لمواجهتها بثوابته النيرة أما التحدي الآخر الذي يواجه مسيرة مجلس التعاون وهو على مشارف إقليه الخامس فهو ما فرضته جائحة كورونا كوفيد-19 المستجد من تحديات كبيرة طالت جميع مناحي الحياة وأثرت على البشرية جمعة الأمر الذي يتطلب منا جميعاً كمنظومة مجلس التعاون تعزيز العمل المشترك غير أن الدول الخليجية الست الأعضاء وبعزيمة وإصرار من قادتها أبدت بكل جدارة وثقة قدرتها على المجابهة والصمود أمام آعة الأزمات خاصة فيما يتعلق بملف الخلاف الخليجي أن الخلاف الخليجي الذي يقترب من عامه الثالث ليشكل تحدياً لمسيرة التعاون الخليجي كما يمثل همّاً مشتركاً لجميع دول المجلس وهو الخلاف الذي ينهض بحمل ملفه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه ومنذ اليوم الأول وتحظى مساعي سموه بدعم خليجي ودولي إنه البيت الخليجي فلسفة الاتحاد من أجل القوة منطلق الشورى لقواعد الكيان الواحد وأساس الوئام والتعاضد المشترك بترسيخ دعائم التعاون وغرس لمفهوم الهوية الخليجية بأبعادها ومعانيها الثابتة